الفهارس يمكن عرض جميع الفهارس المستخدمة في جدول وذلك كما يلي لاحظ حقل رقم الكتاب نوعه مفهرس لأنه على سبيل المثال primary key أو مفتاح أساسي أي مفتاح أساسي سوف يكون الفهرسة إجبارية لاحظ اسم الكتاب هنا اخترنا أن يكون مفهرس يمكن جعله غير مفهرس ولاحظ التكرار مقبول أما في المفتاح الأساسي فالتكرار غير مقبول يمكن جعل أي حقل مفهرس على سبيل المثال يمكن عرض جميع الفهارس لاحظ primary key وهو اسم الحقل رقم الكتاب وترتيب الفرز يمكن تحديده تصاعدي أو تنازلي لاحظ الحقل الثاني أو الفهرس الثاني هو اسم الكتاب كما وجدنا نوعه تصاعدي الفرز يمكن تعديل نوع الفرز لاحظ هنا إذا اخترنا رقم الكتاب يظهر أنه حقل أساسي وهو حقل فريد أي لا يتكرر وكذلك بالنسبة لإسم الكتاب ليس حقلا أساسيا وليس فريد وإنما هو فهرس أما رقم الكتاب فهو فريد كما حددنا في المواصفة الموجودة هنا ولاحظ تكراره يمكن إلغاء الفهرس إذا كان مكرر حدده اضغط على delete ليتم إلغاؤه يتم الفهرس الآن حسب اسم الحق الرقم الكتاب ثم اسم الكتاب كما هو موضح هنا انقر على إغلاق ولاحظ ذلك ترجمة نانسي قنقر